معانا الأستاذة عبير من بني سويف إزايك يا شيخ عمر عام ليه؟ فضل ونعمة الحمد لله إزاي حضرتك فضل الحمد لله والله العظيم كلامك ده يعني حقيقي بيوصلنا للطريق الصح يا رب ربنا يبارك تساعدك ويبارك تصحيتك يا رب يا رب أنا وأنتم يا رب العالم بص يا شيخ أنا أقولك على حاجة بس يعني أنا اللي انت هتقوله سيف على الأبد تمام؟ طيب يلا توكننا على الله تمام ماشي يا شيخ أنا حصل أنا متجوزك بتهيلة تمام؟ ليه 12 سنة والحمد لله أنا بحب حماتي جدا وبحب حمايه وبحبهم كله وهم كذلك الأمر بيحبون تمام؟ درجة إن احنا كل واحد تشايته بس أنا بحبه وبننزل عادي وحماتي شدت طيبة مبيش أي مشكلة الحمد لله الحمد لله ده فضل ونعمة من عند رب فهمهم جات سلفة ليا من سنة أنا متجوزة لها 12 سنة سلفة دي جات لها سنة كانت متجوزة بلكياتي وسلفة أخذها يعني المهم جات حماتي قالت لي عبير الطريق أن راحت مكان مثلا كده عرفها لسه جديدة طيب حليكي معايها وقربي منها والكلام ده تمام؟ مثلا نعمل حاجات سوى لأن الشريخ دار سوى وكده يعني بعرفها عن منطق المهم فجأتي يا شيخ وكنت الحمد لله يعني أنا كنت بحبها مش قولك بحبها أنا كنت بحبها لأن أنا كنت بحبها فجأتي 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 والدتي والدتي أنا أمامتي أنا قالت لي يا بنتي البك اللي تخشيها تبري بيت أبوك الحقيقي طيب فجأتي بإيه بقى؟ اللي حصل يا شيخ لقيتها بتتكلم من ورى ظهري لأخوات جوزي إن أنا بادع لحماتي وأرى ربنا ياخدها تمام؟ وإن أنا قلت إن سبب طلق ضرورتها الأولانية ديت من اللي في البيت وكلامي يا شيخ أنا ذات نافي فجأت أنا درجة أنا استدمت فيا شيخ أنا يعني ما تزعلش مني أنا مش عايز أكلمها ده حق علي ولا لا؟ أجاوب حضرتك يا أستاذ عبير بص يا ستي بما إنك إنتي قلت إن كلامي عايبقى سيفة عليك لا أقوى مش كلامي أنا كلام الشرع الشريف أنت دلوقتي هي دلوقتي أنت ساكنة في بيت حيلة فالستي دي جارتك لو أنك إنتي وإنتي لما تقابليها تسلمي عليها بريقت زمتك لكن الشرع ما طلبش من حضرتك إن أنتو تبقوا أنتو الاتنين زي ما بيقولوا كده سامنا على عسل إن إحنا يبقى أسراركم مع بعض وعشتكم مع بعض الشرع الشريف ما طلبش ده لكن طلب منك إن إنتي لما تقابليها ما تقطعهاش ما تقطعهاش يعني إيه لما تتقابله مع بعض مش كل واحد يدور وشه التاني وما تسلموش على بعض فأنتي لما تشوفيها تسلمي عليها وتقولي السلام عليكم وكده أنت خلاص ما قطعتعهاش وكده بريقت زمتك أنت بتقولي أنا أنا إيش عايزة كذا فتسلمه ولزيك إحنا من التعبيرات المصرية اللطيفة اللي بتقول اللي بتحل مشكلة المقاطعة هي إيه قالك السلام لله السلام لله سبحانه وتعالى فأنت لو سلمت عليها هتبقى أنت ما قطعتهاش وده شيء حسن وما تحطيش في نفسك كده أنه أنت بيش هتكلميها وأنه أنت لو قبت اللي بيش هتسلم عليها لا أعملي زي ما أنا قلتلك وده وتكفيك إن شاء الله